يعني الحوارة أنا ما أقولها كم كلمة دوري بتقول إيه ستة دي فعلا طب لو أنا قلتلك أنه بتلتمثلهم الأعذار عشان هما ثقافتهم محدودة يعني دا يديهم عوز بسي أنا مش بعمل عوز أنا دوري هنا أن أنا بحلل مش بحاكم أنا مش بحاكم أنا بحلل الأم دي كده إزاي الأب دا ليه كده وقضيتي لبابا ولا ماما ولا حتى أخوتها قضيتي بقى النور دا عشان أنا هختم معاك هتقول لها إيه بسمة أستاذة بسمة ركزي في نفسك إحنا من لطف ربنا بينا أنه بيخلق النور مع الضلمة من غير من غير نور مش هنفهم الضلمة ومن غير ظلمة مش هنفهم النور فإحنا لازم نبص النص الكوباية المليا ركزي في مستقبلك وحاولي تصمدي أقولك بس على حاجة مهمة عشان من نقفلش الحالة من غيرها التسامح التسامح دا علاج ومن أعظم الناس اللي اتكلمت عن التسامح كعلاج نفسي وبدني وروحي العالم الجليل اللي أنا باعتبره مثلا يلي الأعلى رحمه الله الدكتور مصطفى محمود جميل نرحم من أجمل يعني دوري يا بسمة على فيديوهات للدكتور مصطفى محمود وشوفي بيتكلم إزاي عن التسامح دي حاجة الحاجة التانية في علم الطاقة في شغلتنا إحنا بنعمل ساشن علشان نسامح العيشين واللي ميتين شهيل علشان نسامح علشان نسامح ليه بقى يا بسمة؟ لأن طول ما أنا مش قادر أسامح الشخص اللي أزاني هو بياخد منطقتي وأنا الخلايا بتاعتي صحيا ونفسيا وروحانيا والهالة بتاعتي بتتفتح سمعت يا بسمة سمعت التسامح علاج فانتي بتاع فيه تكنيك كده بنعمله تكنيك بسيط جدا في خطوتين ثلاثة هتحاول تلاقي وقت تعوضي لوحدك فيه في القوضة وتتخيلي وتعوضي تغماتي عنيك تتخيلي باباكي قدامك وهتتخيلي ان انتي بتقوليله برغم تقوليله كده بخيالك من غير صوت برغم ان انت واجعتني وقزتني ودمرتلي حياتي وضربتني وجوعتني وهنتني وما حسستنيش بالأمان اطلع كل الجواي اطلع كل الجاعل ان البدي دي جاعت جاعت وخافت وتظلمت وتقهرت وتعرت وحاجات كتيرة قوي فاقوله كده القب فدي دي بحتاجة علاجتك يعني تخيله قدامي بقوله انا سامحتك يا بابا لكن تقوله كده بالرغم من عملت كل الحاجات دي انا متأكدة ان انت مش قاصد وانا متأكدة ان انت ضحية والدك يا سلام وعشان كده انا برجعلك مشاعرك اللي انا اخدتها منك واللي انت زرعتها جواي و بتسامح فيما يخصني بس كده بتسامح فيما تتخيل انه بتقطع كده بقديها كل الروابط السلبية اللي بينها وبينه ما بتقطعش بينها وبين بابا بتقطع الطاقات السلبية اللي بينها وبينه انا بشكرك يامون وكل ما تقدر تعمل التمرين ده وتتخيل إن فيه نور طالع من قلبها لقلبه وتدعيله ربنا يهدي لأنه هو إحنا لا نملك إلا الدعاء دي نعملها مع الأعداء أو مع الأباء بس تدعيله يعني ما فيه نور بيني وبين العدو يعني هو عدو وأزاني ومشاني من شغلي وخلاني مثلا طلقت لقدر الله كان سبب في النعيالي يجرى لهم حاجة ما كانش معي أقوتي يومي وفيه قلبي طالع منه ده بجد ده بسي العفو عند الأسنتي بنتي عند المقدرة يا جابعة أنتوا مش فاهمين يعني إيه تسامح تاني هقول اقروا عن التسامح التسامح شفاء الوقت يوحد حرام يسرقني أنا هسامحه حسبي الله وانعمل وجل فيه أنت كان في رمضان حرام يسرقني ده أنا بسامحة يا رب فيما يخصيني لكن الفعل أنا بسامح عشان أنا أرتاح أنا كنت هاختم معك بدي بقى لكن أنا رفعت الملف والأمر شكرا شكرا هادي لكو الدخس معك بيه يا رب بالطبس بعد شكرا شكرا